مع كل تقرير يرصد انتهاكات الحوثيين بحق الصحافة والصحفيين في اليمن يخرج زملائهم في وقفات تضامنية احتجاجية وقفات لم تجد حتى اليوم أذانا مزغية لدى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بالحريات لتضافى 53 حالة انتهاك بحق الصحفيين رصدها مركز الإعلام الاقتصادي خلال النسب الأول من العام الحالي إلى سجل انتهاكات الميليشيا دخل العام الرابع وأكثر من 15 صحفيا ما يزالون في سجون الميليشيا الحوثية شهدوا خلالها وفات ما يزيد عن 120 من زملائهم تحت التعذيب بين قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد تتنوع جرائم الميليشيا الحوثية بحق الصحفيين في اليمن أرقام هي أقل من الواقع مهما كبرت في ظل تعتيم شديد تفرضه الميليشيا في مناطق سيطرتها بالاستهداف المباشر والتعذيب حتى الموت قتلت الميليشيا الحوثية خمسة من الصحفيين خلال العام 2018 في سجل جرائم يتصاعد منذ الانقلاب محمود الحميدي الإخبارية مأرب